اعتقد ان حاجة جميلة جدا وممتازة جدا واداة. هتفيدك كتير في شغل الاخراج التصميمي. في هذا الفيديو سوف نتعلم كيفية تعمل قطعات منظورية في برنامج سكتش اوب. سكشن ان سكتش اوب. تابع معايا الشرح. وليكن معنا مشروع زي اللي قدام حضراتكم ده. وحابين نعمل له قطعات. وفقية وقطعات رأسية. يا ترى ايه المطلوب مني اعمله? اول حاجة لازم يكون عندك مجموعة ادوات السكشن. مجموعة دي. لو ملاتهاش هتقدر تعمل كليك يمين على اي ادام الادوات دي. هتفتح معك قايمة هتلاقي في حاجة اسمها سكشن. اضغط عليها تظهرتك نفس الادوات. حطها هنا. يبقى اول خطوة هنعملها. هنروح لاول ايقونة في المجموعة الادوات دي واسمها سكشن بلان. هنضغط عليها. تاني حاجة بيطلب من البرنامج انها اقرب من الشكل اللي عايز اعمله قطاع. واللي يكون عايز قطاع افق. يبقى اقرب من الشكل. هيبقى شكل بتاع القطاع افق. يجب ان كده هعمل قطاع افق. لو عايزه رأسي بهذه الطريقة في اتجاه محور اكس. لو عايزه في الاتجاه الاخر. هتلاقي الشكل باللون الاخضر. ولي اكون انا حاليا عايزه افق. هتغط هيطلب منك تسمي القطاع بتاعك. ولي اكون هنتسميه قطاع افق. ولي يكون هنتسميه قطاع افق. قطاع افق. بهذا الشكل. اوكي. كده انت هيأت القطاع بتاعك. طيب عايزين نبتدي ننزل بمستوى القطع بتاعنا. هنعمل الكلام ده ازاي? هنختار ونضغط على ونضغط ونضغط ونسحب الاسفل. ممكن نكتب القيمة ان نقول له واحد متر انتر. يبقى انا كده عامل قطاع على بعد واحد متر يا شباب. طيب ولي اكون انا خلصت القطاع بتاعي ده. وعايز ابتدي اشيل شكل ده. بمجرد ما تضغط على الايقونة اللي جنب اه اداة السكشن بهذا الشكل هيبتدي يختفي القطاع بتاعك ولكن تأثيره ما زال ظاهر. انا خلاص مسلا عايز اخد هو المفروض بنيبقى كده ظاهر. ده. انا عايز اخد لقطة للكلام ده. مش هينفع اخدها بالاوت لاين ده. هبتدي اضغط على الايقونة اللي جنبها. هيختفي بهذا الشكل. الايقونة اللي بعدها لو ضغطنا عليها بترجع لك كأنك ما عملتش اي لو ضغطت على مرة اخرى هتلاقي بتاعك رجع. الايقونة الاخير ده الفل حضرك شايف ان فيه هنا زي لون كده على مكان القطاع. لو ضغطنا على الايقونة دي حيالغي لي الفل ده حيخليه بس مجرد خطوط ومفرغة في النص لو ضغطنا على مرة تانية حيرجعه. كما هو مبين امامكم. ممتاز. يبقى كده عرفت نا ازاي نعمل قطاع افق. طب عايزين نعمل قطاع رأسي. هنرجع. بتاعنا. وليكن هنلغي ده بس عشان ما نلخبطش نفسنا. وليكن المبنى بتاعنا معنا زي ما هو. هنضغط على سكشن. هنبتدي نقرب من الشكل بتاعنا ونضغط لك. اوكي نبتدي اختار السكشن ونسحب لجوة او المسافة اللي انت عايزها بهذه الطريقة وليكن واحد متر بنفس الشكل اللي واضح قدام حضراتكم ده. نفس الخطوات هي هي مفيش اي اختلاف. طيب ممتاز جدا. طب افترضنا ان انا عندي اكثر من مبنى. يطرق ينفع عمل سكشن يعني لو اخدنا المبنى ده نالو كونترول بهذه الطريقة. عندي اكثر من مبنى. يطرق ينفع اعمل له قطاع اه ينفع. اضغط على قطاع من البيلين انت عايز تعمله. وليكن علي مبنى يعني ممكن لو احطته على المبنى ده هيأثر مبنى اللي جابه. اضغط اوكي. تعال اختار القطاع بتاعك وقول له موف وليكن واحد متر. لاحظ اللي حصل. ان معيني انا حطيت البيلين على موديل واحد فيهم اثر على الباقي. بهذا الشكل. بهذا الشكل. ممتاز جدا. طب افترضنا ان انا خلاص. استقررت على شكل القطاع ده. استقررت على شكل القطاع ده. وعايز ابتدي اصدر له صورة. ينفع? اه ينفع. اول حاجة اضغط على ايكون اللي بعد بعد بهذه الطريقة عشان يخفي لي بتاع القطاع. بهذا الشكل. وليكن انا عايز اصدر الشكل ده. بمنتهى البساطة. هتقول له فايل. اكس بورد. تو دي جرافيك. هيفتح لك صفحة. تبتدي تختار انت عايزة صورة عايزة بدي اف ولا جي بي جي ولا اوتوكاد ولا 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 زي ما انت عايز تختار ولا يقوم بدي اف. دي ممكن نزبط فيها شوية حاجات. اوكي اكس بورد. كده انت اصدرت الشكل بتاعك ده. كبدي اف. لو عايزة بنفس الطريقة. ممتاز. ممتاز جدا. طب افترضنا انا عايزه بقى مش عايزه يعني انا خدت بتاعي وعايزة. هقول له هروع عند الكاميرا واقول له خليها لي بارلل بروزكشن. هزي الطريقة واروح للفيو واختر الطب. هتلاحز ان انت حاليا برضو تقدر تصدره بنفس الطريقة اقول له فايل. اكس بورد. تو دي. ولي اقوم بدي اف برضو اكس بورد. هنغير الاسم بس. بهزا الطريقة. كده انا صدرت. هنرجع تاني. هنخليها آآ كاميرا ونختار السري دي بهزي الطريقة. طيب لو حابب اعمل برضو رأسي للمجموعة دي كلها ينفع او ينفع اختار السكشن. وقرب واضغط كليك. اوكي. موف. بهزي الطريقة. هده انا خدت سكشن في موديل واسر على الباقي. اهو بنفس الطريقة. برضو نفس الكلام حاخفز شكل السكشن. حاخفيه اهو الطريقة دي. واللي اكون هخليه برضو كاميرا براء. اهو اقدر برضو اصدر اختار هنا الوجهة. الطريقة دي واقدر اصدر برضو فايل. امبورد. اوكي. تمام? تمام. يبقى كده احنا اتعرفنا على كل حاجة في بتاعي. اعتقد ان حاجة جميلة جدا وممتازة جدا واداة هتفيدك كتير في شغل الاخراج التصميمي بتاعك. طبعا اداءة جميلة جدا ومفيدة جدا. هتساعدك كتير في شغل التصميم الداخلي بتاعك. وانك تقدر تخرج مصائقة افقية وواجهات او قطاعات رأسية بكل سهولة من خلال برنامج جوجل اداءة الستكشن ان. اداءة من الادوات المهمة جدا. انصحك بانك تتعلمها. ويرب يكون الفيديو مفيد لحضرتك يا رب يكون قدم اضافة لحضرتك وادر توصل معلومة ولا بسيطة. ما تنساش الاشتراك في القناة. ما تنساش الاعجاب بالفيديوهات. ما تنساش مشاركة الفيديوهات للاصدقائق لتعم الفائدة. الدال على خيره كفاعله. اشكركم. نلتقي في فيديو اخر بازن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.